اشتركوا في القناة وخمسة اداريين كبار هذه الخطوة جاءت بعد ان اعتقلت السلطات السويسرية بطلب من الولايات المتحدة ست مسؤولين كبار في الاتحاد الدولي لكرة القدم صباح الاربعاء بتهم فساد صادرة عن القضاء الامريكي حياته وابو ريدا تم استدعاءه الخبر بيتكلم عن فساد لحياته في حصول قطر واسناد بطولة كاس العالم في قطر 2022 هانا بريد اقول لنا يعني اعرف هذا الرجل عن قرب واعرف ان هذا الرجل محترم وافاد الرياضة المصرية جدا وليه موقف وطنية لم ينسب له شيء هو مستدعى للتحقيقات خلونا نشوف ايه التحقيقات بس الفيفا حريص نقول لك ايه بس كاس العالم هيقام وهيقام في قطر وهيقام في روسيا 2018-2022 فساد حاجة واللي حصل حاجة تانية خلونا نشوف ايه قضية الفساد واعتوصلنا الفين انتخابات الفيفا على الابواب خلاص الحرب دائرة او الصراع دائر بين بلطر الزعيم الفيفا الذي شهدت الفيفا في عصر هذا الفساد والامير علي بن الحسين اللي بيلقى دعم عربي ومن بعض الدول الاخرى شخصيا اتمنى التوفيق للامير علي